استشهاد مهندس طفان الأقصى ومرعب الكيان الصهيوني ورئيس المكتب السياسي لحركة حمس يحيى السنوار رحمة الله عليه حتى وفي آخر لحظة له كما تبعناه في الفيديو لا يزال مقبل غير مدبر ممتشقا سلاحه وفي الجبهات الأمامية مشتبكا ومواجها لجيش الاحتلال على عكس ما يروج له الكيان الصهيوني في كل مرة هناك العديد من السرديات للكيان الصهيوني لكن سرعان ما تظهر هناك ذلائل لتكذب الكيان الصهيوني في سردياته لا شك أن الفقد العظيم للسنوار يظهر بشكل أو بآخر هزيمة كبيرة للاحتلال في مستويات كثيرة المستوى الأول هو مستوى الصورة والسردية التي خرجت رغما عن أنف الاحتلال تظهر قائد المقاومة على عكس ما كان يروج الاحتلال أنه يحتمي بالأسرى ويتخذهم دروعا بشرية يختبئ في الأنفاق والذي يعيق تحرير الأسرى بين يدي المقاومة هو وجودهم مع السنوار وجودهم مع قيادات المقاومة تتهشم هذه السردية مرة أخرى ويرى شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة وأحرار العالم قائد المعركة صاحب هذه النظرية للتحرير مؤسس فكرة طوفان الأقصى وقائد حركة حماس أيضا مشتبكا في صفوف الأولى في العقد القتالية المتقدمة من الاحتلال وهذه الصورة التي وثقت هذا الاشتباك هو صورة التي ظهرت وهناك عشرات الصور التي لم تظهر وستظهر في الوقت المناسب التي تظهر قائد المحركة قائد المعركة قائد الطوفان يخوب جنبا إلى جنب مع جنود المقاومة ومقادة المقاومة هذه المعركة ببسالة وبشجاعة من قطعة النظير حتى النفس الأخير وبالتالي هذه الهزيمة في السردية وفي الصورة للاحتلال ستكلفه كثيرا وستبقى عالقة بطفورة في أذهان الجميع على مدار التاريخ المسألة الأخرى في المساحة الأمنية يفشل الاحتلال حتى آخر نفس في حياة هذا القائد الفذ في أن يتنبأ بطريقة تفكير السنوار طريقة تفكير حركة حماس وقيادة حركة حماس لا على مستوى يوم السابع من أكتوبر ولحظة العبور العظيم والفشل الاستراتيجي الاستخباري بالتنبؤ بما الذي تخبئه حركة حماس لمواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية والعبور العظيم يوم السابع من أكتوبر ولا بعودة المقاومين بالأسرة إلى قطاع غزة ولا باحتفاظ بالأسرة طوال هذه المدة ولا بقدرة المقاومة على الصمود وإيلام العدو الإسرائيلي والبقاء صامدين في وجه ليس الاحتلال الصهيوني احتلال الصهيوني ومع الولايات المتحدة ومع بريطانيا وفرنسا وكل من وقف حليفا مع الاحتلال دائما له سواء كان من الغرب أو من الصهي عرب وبالتالي هذه الهزيمة الأمنية والهزيمة العسكرية اليوم تتراكم وتترسخ وتحفر هذه الصورة لحركة حماس بقادتها بمقاوميها بقياداتها المقاومة اليوم تقف إلى جانب شعبها تدافع عن الأرض عن المقدسات عن العرض ويرتقي رئيس الحركة قائد المعركة شهيدا وتتواصل المعركة وتتواصل الحركة وتتواصل قيادة الحركة في قيادة المشروع الوطني الذي نهايته دحر الاحتلال واغلاق قوس الاحتلال عن أرضنا إن شاء الله نعم سيدة حمدان في كل مرة تثبت لنا الحركة أن لا تنتهي المقاومة بمجرد اختيال قادتها سواء الرانتيسي العروري إسماعيل هانية واليوم كذلك السنوار برأيكم ما أثر استشهاد السنوار على حركة حماس يعني لا شك أن السنوار قائد كبير وقائد فريد وفذ وفقده بالنسبة لنا كفلسطينيين وكمجموع وطني فلسطيني فقد كبير ولكن فيما يتعلق بحركة حماس نحن لما اخترنا السنوار وأنا أذكر تلك المقابلة أجريناها مع قناة النهار ومعك تحديدا أستاذ هند حينما سألنا هذا السؤال قلت أننا لدينا خيارات كثيرة ولكن اختيارنا للسنوار كان لمعايير معينة وأردنا أرسال رسائل محددة للاحتلال وبالتالي الحركة لديها من الخيارات لاختيار رئيس للحركة يقود هذه الحركة ويواصل الطريق يحمل نفس الراية وبنفس العزيمة وبنفس الشكيمة ويسير على نفس النهج ونفس الطريقة ولكن هذه ليست مسألة لا مزعجة لنا في حركة حماس ولا مقلقة ولا يجب أن تكون أيضا محل قلق بالنسبة لأمتنا ولمحبيئة الحركة أو حتى المتربصين بالحركة لا يجب أن يتوقعوا أن يكون لهذا الارتقاء أو لهذا الفقد تأثير على بنية الحركة التنظيمية أو على خائراتها السياسية أو على مشروعها الوطني ندينا إطار قيادي يقود الحركة بأعمالها اليومية ويقود الحركة في ملفها التفاوضي ويقود الحركة في المسار الميداني للمعركة وبالتالي ارتقاء القائد لن يؤثر على مسار الحركة ولا على مشروعها ولا على تمسكها القيادился واطمئنه على حركة حماس بمستواها القيادة وبنيتها التنظيمية وأيضا تباتها على مشروعها المقاوم وفي هذه المعركة وصولا للتحرير إن شاء الله طيب سيد حمدان ربما ليس الوقت المناسب لها الحديث عن هذا السؤال لكن برأيكم من هو اليوم مرشح لخلافة يحيى سنوار نحن لدينا إطار قياد يقود الحركة الآن بتوجيه من رئيس الحركة أبو برهيم السنوار قبل استشهاده وهذا الإطار يعمل والمؤسسات الشهورية داخل الحركة تناقش هذه المسألة على قاعدة مصلحة الحركة ومصلحة المعركة ومصلحة المشروع وأيضا علاقاتنا السياسية والتوازنات الداخلية وما يتطلبه الميدان كل هذا يوضع على طولة القيادة وإلى حين ذلك ستبقى الحركة إن شاء الله متماسكة وستدير متطلبات المرحلة من خلال هذا الجسم القيادي لا ضغط علينا الزمن لا يضغط علينا ولا الواقع يضغط علينا لضرورة الإعلان عن من سيخلف السنوار لاعتبارات كثيرة ولكن ما أقوله أنه يجب على أمتنا وأحبابنا وأنصارنا أن يطمئنوا أن الحركة متماسكة قياديا وأيضا ملتفة خلف مشروع المقاومة وخلف قيادة هذه المعركة ولا مشكلة لدينا قيادي ومواصلون إن شاء الله في هذه المعركة التي نهايتها التحليل سيد حمدان سؤال أخير قبل أن نختم فيما يخص كذلك ملف الأسرة في كل مرة كان نتنياهو يتحجج بأن السنوار هو من يعطي المفاوضات الأسرة لكن برأيكم اليوم وبعد استشهاد يحيى السنوار هل هذا سيزيد الضغط من قبل عائلات الأسرة المحتجزين في غزة خاصة بعد استشهاد السنوار؟ هناك عوام ضغط كثيرة على القيادة الإسرائيلية الحكومة اليمنية المتطرفة وعلى شخص من يمين نتنياهو لكن الدعاء بأن الصفقة أو الاتفاق كان متوقف على شخص بعينه أو على السنوار هو مجافي للحقيقة لم يكن السنوار يوما حجر عثرة أمام الاتفاق ولم يكن يوما غائبا عن كل مشاورات الوصول إلى الاتفاق وإذا كنا نحن في حركة حماس نستشير الفصائل فصائل العمل الوطني فيما يتعلق بأي رد نرده على العروض التي كانت تقدم إلينا وبالتالي دارت المشورة واسعة لدينا في حركة حماس ويدار هذا الملف بأعلى درجات المؤسسية يقود هذا الملف الدكتور خليل الحية رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية ونائب رئيس الحركة في قطاع غزة ويقوده بالتشاور مع كل الأطر السياسية والأمنية والميدانية في الحركة المعنية بهذا الموضوع وبالتالي لا يتأثر هذا الملف بغياب أو ارتقاء السنوار ولكن يتأثر برغبة من يمين نتنياهو باستعادة أسراه أحياء أم في توابيت يبدو أن نتنياهو يريد استعادتهم في توابيت ولا يأبه بقلق عائلات الأسرى عليهم وهو مستعد ليعد كل يوم تابوت يعود به إلى عائلات الأسرى من الأسرى بين يدي المقاومة كان يتحجج بأنهم موجودين حول السنوار وتبين بالكاشف أن هذا إدعاء فقط ليخفي فشله في استعادة الأسرى ويخفي أيضا رغبته في استعادتهم بالقطارة بأجزاء بأشلاء في توابيت إذا كانت عائلات الأسرى تريد استعادة أبناءهم أحياء فالطريق إلى ذلك هو الضغط على بنيمين نتنياهو على الحكومة اليمين المتطرفة للمضي في الاتفاق الذي وقعنا عليه وقبلنا به يوم الثاني من أجويلية والذي يقضي بوقف العدوان انسحاب الاحتلال فتح المعابر دخول المساعدات إنسانية إعادة ترميم ما ندمره الاحتلال والمضي إلى سق التبادل يفرج بموجبها عن أسرانا في سجون الاحتلال لدينا عمليات إبادة جماعية تمارس بحق شعبنا الفلسطيني في شمال قطاع غزة تمتد لأكثر من أسبوعين من مسار التجويع وقتل جماعي لشعبنا على الشاشات والاحتلال يتحدث عن فرصة والمتحدة الأمريكية تتحدث عن فرصة لاستغلال إذقاء السنوار من أجل وصول الاتفاق بينما الإدارة الأمريكية هي التي تزود الاحتلال بالصواريخ التي يقتل بها أطفالنا على الشاشات كما يراها العالم